بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الإربعاء هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من مكتبي منزله بالرياض أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم الشيخ صالح نبدأ بتفسير الآيات الكريمات في سورة الحج في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الحقيقة أن سورة الحج كلها في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك في المناسك وفي غيرها وفي هاتين الآيتين الكريمتين يقول الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس هذا نداء لجميع الناس وجميع الأمم من عرب وعجم من مخترعين ومهندسين وأطباء وغير ذلك من المهرة تحداهم الله سبحانه وتعالى مقررا أنه هو المستحق للعبادة لأنه هو القادر على الخلق وحده وأن غيره لا يخلق شيئا تخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ففي هذه الآية الكريمة يتحدى الله جميع الناس بما فيهم من أصحاب المهارات والاختراعات وبما فيهم من الأطب المهرة تحداهم في أن يخلقوا ذبابا ضرب مثل استمعوا له والقرآن فيه أمثال يضربها الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فهذه الأمثال تقرب المعاني وتوضحها ويتضرب بشيء يشاهده الناس ويعرفونه غرب مثل أي ضربه الله سبحانه وتعالى فاستمعوا له هذا فيه اهتمام بهذا المثل وتدبر لهذا المثل فهو مثل عظيم إن الذين تدعون من دون الله جميع المعبودات من دون الله يعني غير الله جل وعلا المعبودات كلها غير الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لأن الذباب هو أضعف شيء الله خلق الكون كله خلق الدنيا والآخرة خلق الجبال والبحار والأنهار والأشجار والفجاج وخلق الرمال وخلق الأرض كلها بل خلق السماوات والأرض خلق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فالخلق فالخالق هو الذي يستحق العبادة أما هذه المعبودات أما هذه المعبودات من دون الله فلا تستحق العبادة لماذا؟ لأنها لا تخلق شيئا حتى أضعف المخلوقات وهو الذباب لن يخلقوا ذبابا هم قد يقدرون على تصوير الذباب بدقة وإذا نظرت إليك أنه ذباب حقيقي يقدرون على التصوير لكن لا يقدرون على أن يوجدوا في هذه الصورة ما في الذباب الحي من الحياة ومن الطيران ومن الأمور التي تشاهد في هذا الذباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع أطباء العالم ومهرة العالم وصناع العالم تهدي من الله جل وعلا ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا فلن يستطيعوا ذلك إذن كيف يعبدون من دون الله عز وجل وهم عاجزون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ثم بيّن سبحانه أنهم لن ينتصروا من هذا الذباب لو أنه أخذ وسلب شيئا منهم أو هذه الأصنام التي يوضع عليها الطيب ويوضع عليها الأشياء اللافتة للأنظار لو أن هذا الذباب أخذ مما على هذه الأصنام شيئا هل تقدر هذه الأصنام أن تسترد هذا الشيء من الذباب لا تقدر على ذلك أبدا الله أكبر إذن كيف تعبد وهي ضعيفة لا تقدر أن تتغلب على الذباب كيف تعبد من دون الله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى وأن يسلبهم الذباب شيئا هذه نكر يعهم أي شيء ولو قل أو كثر لن يستطيعوا أن يستنقذوا ما سلبه منهم وأن يستردوا فكل الأصنام التي يعبدونها لو اجتمعت على أن تنتصر من الذباب ما استطاعت ولا تدفع عن نفسها لا تدفع الذباب تحمي ما عليها مما يأخذه الذباب فكيف تعبد من دون الله ويعاجزه لا تقدر على الانتصار على الذباب لا تقدر على استرداد ما أخذه الذباب من مخام من اختصاصاتها ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ثم قال ضعف الطالب وهو الصنم وضعف المطلوب وهو الذباب فضعيف لا يستطيع أن ينتصر على ضعيف ضعف الطالب والمطلوب ثم بيّن أن من أشرك بالله لهذه الأصنام وهذه المعبودات أنه يجهل قدر الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء القادر على كل شيء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ما قدر الله حق قدره فالمشركون ما عظموا الله حق تعظيمه ولا عرفوا عظمته وجلاله وقدرته سبحانه ولذلك أشركوا به وعبدوا معه غيره وسوّوا غيره به سبحانه وتعالى فهم ما قدروا الله حق قدره الذي حملهم على الشرك وعلى عبادة هذه المخلوقات أنهم ما عرفوا عظمة الله جل وعلا ولا عرفوا قدرته ولا عرفوا عزته سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون يكون في الحال لا يتخلف إذا أمر الله جل وعلا يقول له كن فيكون أين الذباب من أين هذا الصنم أين الصنم من أنه يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويحي ويميت ويدبر لكن قبل ذلك أين العقول عقول هؤلاء المشركين أين ذهبت ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي لا يغالب سبحانه وتعالى له القوة المطلقة التي لا يغلبها شيء لا يغلبها شيء عزيز عزيز يعني ممتنع لا أحد يصل إليه سبحانه وتعالى لا أحد يتغلب عليه أبداً هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فكيف يسوى به غيره من مخلوقاته ومن عبيده ومن الأشياء التي لا تنفع نفسها ففضل أن تنفع غيرها فهذا فيه عجب هذه هاتان الآيتان العظيمتان فيهما تقرير التوحيد وفيهما نفي الشرك وإبطال الشرك لمن تدبر ذلك أما من يمر عليها بدون بدون تدبر قد قال الله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون نعم جزاكم الله خيرا نبارك فيكم بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات المباركات في سورة الحج بعد دقائق نستقبل الأسئلة والاستفسارات من الإقوة والأخوات في فتاوى على الهواء فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف السبيل لتحقيق التقوى وخصوصا ما يتعلق الشيخ صالح في العبادات السبيل إلى ذلك أولا بتعلم العلم النافع إذا تعلمت العلم النافع لا سيما ما يعرف بالله جل وعلا بعظمته وأسمائه وصفاته وما له من الحق على خلقه ثم تأملت حاجة المخلوقين إليه وضعف المخلوقين إليه فإن ذلك يكسبك ويفيدك تقوى الله عز وجل أن تتقي هذا الرب العظيم بمعنى أنك تتقي غضبه تتقي عذابه تتقي سخطه سبحانه وتعالى وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه عقيقة التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا خير الإنسان في الأضحية بين أن يذبح سبع بدن في بلده أو أن يذبح شات خارج بلده فأيهما يختار لا شك أن ذبح الشات في الأضحية أفضل من سبع بدن في أي مكان ذبح الشات في أي مكان أضحية أفضل من الاشتراك في سبع بدن نعم نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات نأخذ الأخ عبد الله من القصيم تفضلي عبد الله السلام عليكم عليكم السلام في ارتداد تفضل في ارتداد قصر التلفزيون سلام الله بالخير يا عبد الله لو سمحتت قصر التلفزيون اللي عندك شوي لأن عندنا ارتداد تفضل قصر التلفزيون تفضل قصروا مرة تفضل زين أخي تفضل أنا يا شيخ قبل ثلاث سنوات متزوج ألو نعم نسمعك يا عبد الله نعم قبل ثلاث سنوات متزوج كنت يعني صاب شوي بسواس يعني قلت لزوجتي مرتين انفعلتي كذا ترك طالق وانفعلتي كذا ترك طالق وفعلت الشي هذا قبل فتح أسبوع ممكن تجبرني دايم طلق 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 ما ما قد نسأل يعني ما أدري ليش وأنا ما أود لي الصراحة ما أبغى تعرفت من كلمة طلق 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 إلى يعني خلاص قلت لي أنا بتجلسة واحدة أنت طالق 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 وطلحت سألت كلا شيخ قال لي ما نبري ما أدري أنا نوش للحكم الهين طيب شك يا أخي الطلاق الطلاق رح للمحكمة الشرعية القريبة منك رحتنا رحل للإفتا طيب خلاص اسمع الشيخ اسمع الشيخ تعال للإفتا تعال للإفتا في الرياض لازم من حضورك إما في المحكمة وإما عند الإفتا في الرياض طيب الرياض نتعرف حسنون طريقة تجي يا أخي الإفتا ما حسرت شيء طيب ما يجيبونك على الرقم يا أخي لازم تحاول شخصيا طيب شكرا لله خبد الله فضيلة الشيخ يقول إذا أثنى الإمام في الصلاة في دعاء القنو تعالى الله تبارك وتعالى فما المشروع للمأموم أن يقوله مأجورين أن يثني على الله عز وجل ويتابع الإمام يثني عليه ويتابع الإمام في الثنى على الله عز وجل نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل أرسل بسؤال يقول ما أفضل كتب الأحاديث المفيدة الذي يقرأ بها المسلم أو إمام المسجد على جماعته أفضل أفضل كتاب وأشمل كتاب مع اختصاره هو رياض الصالحين للإمام النووي وهو الذي يقرأ به هو الذي يقرأ به أئمة المساجد وكذلك الترغيب والترهيب للحافظ المنذري أيضا هذا كتاب جيد وطيب ويقرأ كان الأئمة يقرأون فيه أيضا نعم عبد الله من الخارج تفضل يا عبد الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام السؤال الأول أريد شرح حديث الذي يقول أعملوا كل ميسر لما خلق له هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل كثرت الزلازل وكثرت الفتن من علامات الساعة الكبرى والصغرى وشكرا شكرا نعم أما الجواب على السؤال الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق له فهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا المكتوب علينا في اللوح المحفوظ ونترك العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فالإنسان يعمل الأسباب يعمل الطاعات وهذا بمقدوره واستطاعته وأما القضاء والقدر فهو موكول إلى الله جل وعلا وهو من شأن الله لا دخل لك في القضاء والقدر أنت اعمل بما أعطاك الله من القدرة والاستطاعة والتمكن فهذا هو المطلوب منك وأنزل الله تعالى في تصديق ذلك قوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فالسبب هو من العبد هذا السبب هو من العبد هو الذي يسبب على نفسه العذاب أو يسبب على نفسه الخير يسبب لنفسه الشقاوة أو يسبب لنفسه السعادة بأعماله التي مكنه الله جل وعلا منها وأمره بها نعم أحسن الله عليكم وما زلنا معكم هذا السؤال الأول نعم هذا السؤال الأول كثرة الزلازل في آخر الزمان هل هي من علامات آخر الزمان نعم هي من علامات الساعة كثرة الزلازل من علامات الساعة أحداث عظيمة يذكر الله بها عبادة ويخوف الله بها عبادة الزلازل والكسوه والخسوه وغير ذلك نعم أبو ريان من حائل تفضل أبو ريان السلام عليكم عليكم السلام والسلام والسلام الله بالخير يا شيخ صالح حياكم الله سلام شيخ صالح الله يحفظك عندي أكثر من تساءل الله يحفظك أبو ريان لو سمحت بس تكسر التلفزيون شوي لان في ارتداد الآن من صوتك لا عندي تلفزيون الله يحفظك يا شيخ أباكري طيب تفضل السؤال عندنا ناس منطقة حائلة يقومون بظهار أبار يعني ناية عن المدن والقرى وبعد ذلك يبني له مسجد على هذا المكان وبعدين يجيب له مجموعة أسماء أشخاص يقدمهم على الشؤون الإسلامية بحجة أنهم يطلبون يقامة صلاة جمعي بهذا المكان وهم ما فيه أحد ولا عنده ساكنين يعني إذا جايهم الجمعة يجون منه قرية والمدينة ويصلون ويصلوا كل نروح على ما قال القرية والمدينة أنا أسأل عن حكم الصلاة يا شيخ صالح الله يحفظك يا أخي ما تقام الجمعه إلا بفتوى من دار الإفتة وتقرير يقدم من وزارة الشؤون الإسلامية ويعرض على اللجنة الدائمة فينظرون فيه هل يسو لهم صلاة الجمعة هل لا يسو لابد من هذه الإجراءات ما أكلم بهواه والأمور ليست فوضى لازم يتقدمون لوزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية تكون لجنة تطلع على الموقع على البلد على الحارة وتقرر هل يستحق أو لا يستحق ثم يرفع للإفتة ثم الإفتة ينظر فيه ويرى رأيه نعم الشيخ صالح أنا أحفظك تسمعني؟ نعم 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 أعتقد أن عندهم فتوى شيخ صالح بس الحال كما ذكر يعني كما ذكرت أنا ما هم ساكين ولا عند واحدة الشخص هذا صاحبه ما هذا يعني ما هذا في النهاية يجاملون من قبل الشؤون الإسلامية إذا كان إذا كان عندك إذا كان عندك يعني ملاحظة عليهم تقدم الفرع الفرع وزارة الشؤون الإسلامية في حايل وشؤون المساجد وهم ينظرون في هذا ويستدركون إذا كان فيه ملاحظة نعم طيب شكرا للمتصل بريان نأخذ أسئلة الفاكس فضيلة الشيخ يقول نحن في هذه الأيام الخميس على الجمعة والإربعاء في البر هل يصح في حقنا الجمع والقصر نظرا لبرودة الطقس إذا كنتم بلغتم مسافة قصر ثمانين كيلو فأكثر يجوز لكم القصر بلا شك لأنكم مسافرون أما الجمع فإذا كنتم نازلين في مكان فإنكم تقصرون ولكن تصلون كل صلاة في وقتها وأما إذا كنتم في الطريق تسيرون فإنكم تجمعون وتقصرون للسفر لأن هذا أسهل عليكم في الطريق والسير نعم طيب الشيخ صالح لو جمعوا وهم في البر هل تصح منهم الصلاة إذا كانوا نازلين نعم فالأولى ألا يجمعوا الجامع لمن جد به السير وهؤلاء نازلون والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في ميناء وكان يقصر الصلاة ولكنه كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع نعم طيب محمد من الطائف تفضل يا أخي محمد السلام عليكم وعليكم السلام السلام تفضل الزير حرام ولا حلال نعم بقر زير هذا زير حرام ولا حلال كستك الزار طيب لعلك تتصل مرة ثانية فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنا عندي فرقة أناشيد وهي مصدر رزقي أنا وأولادي فما حكم الإنشاد في زماننا هذا والله يحفظكم يا أخي الإنشاد من الأغاني الأناشيد ما هو الإنشاد؟ الأناشيد من الأغاني والأغاني حرام ولا يجوز أن تجعلها مصدر اكتساب لك يطلب الرزق فيما أباح الله عز وجل من الأعمال والحرف ويا كثيرا ولله الحمد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سؤال آخر أردنا من أحد الإخوة يسأل يا شيخ عن الأجر المترتب على التبكير لصلاة الجمعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة بل يكتب له كما في الحديث عمل سنة صيامها وقيامها وهذا فضل عظيم وإذا جاء مبكرا وصلى ما تيستر له وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة فإذا حضر الإمام واستمع للخطبة وأنصت وصلى الجمعة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام يعني عشرة أيام لأن الحسنة بعشرة أمثالها فعليك أن تحتش بهذا الأجر العظيم نعم أمبارك من الرياض تفضل أمبارك السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ أبغا سأل سؤالين الله يحفظ تفضل السؤال الأول عن قول الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم ما معنى التطوع هل هو زيادة العمر أو الحج طيب السؤال الثاني أما الطواف مرة على البيت والسؤال الثاني المسواد في الصلاة والشك كذا يعني الشيطان يوسوس لك يعني أنك من تفعل أطهور طيب الشيء الثاني إذا قرأت القرآن يجيك زي الخنقة هل هو من الشيطان طيب شكرا نعم الجواب عن السؤال الأول أن السعي بين الصفاء والمروة ركن من أركان الحج أو من أركان العمرة لا يصح الحج والعمرة لا يتم الحج والعمرة إلا بالسعي بين الصفاء والمروة ركن من أركان الحج والمروة سبعة أشواط في الطواف سبعة أشواط في السعي وكل عمرة لها طواف سعي وكل عمرة لها طواف ولها سعي بين الصفاء والمروة وكل ما أكثرت من العمرة في أيام متباعدة قليلا فهو أفضل تابعوا بين الحج والعمرة كما في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة نعم وأما الوسواس وأما الوسواس يا أخي فاترك الوسواس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحسست بشيء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وارفض الوسواس ولا تلتفت إليه ولا يهمك وسيذهب عنك بإذن الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول طالب العلم متى يلقي الدروس وما ضابط العلم الشرعي معجوري يا أخي يلقي الدروس حسب ما يتيسر له إن كان دراسة نظامية يلقيها حسب الجدول وإن كانت دراسة غير نظامية في المسجد مثلا فعلى حسب ما يتيسر له ويتسنى له أن يلقي الدروس ولكن لا يلقي الدروس إلا من هو عالم ما يلقيها متعالم أو يلقيها مبتدي ما يلقي الدروس على الناس خصوصا في المسجد إلا عالم متمرس في العلم يعرف كيف يلقي الدروس ويفسر الآيات ويشرح الأحاديث ويتكلم على كلام ويشرح كلام الفقهة هذا يحتاج إلى قدرة علمية نعم أحسن الله عليكم محمد من بيشة تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله يليك صاحب المظينة وشكر الله لك يا أخي عبد الكريم فعل جزاك الله خير السؤال الأول يا شيخ جزاك الله خير إذا كان فيه اثنين شركة في بيع وشراء عقاب وواحد منهم يبحث عن الأرض وإذا وجدها عن طريق مكتب تقاسم هو يدلالة هو يصاحب المكتب ويجيب أخوية يشتري الأرض هل يصغله يأخذ من الدلالة وهو تريق الأرض يبيعونها اثنين شركة ويأخذ من مكتبها يا أخي أدلالة هذا فيه فيه ارتداد يا شيخ طيب لعلها تسمعني من التلفون وتقصل التلفزيون تفضل تفضل يا شيخ نكتفي بالسؤال الأول بس تفضل يا شيخ لا السؤال فان يا شيخ لعلك تتصل مرة ثانية في ارتداد التلفون شكرا تفضل يا شيخ الدلالة هذه حسب الاصطلاح وما جرى عليه العرف أنه يأخذها الساعي الساعي بين 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 البايع والمشتري يأخذها الساعي بين البايع والمشتري في مقابل تعبه وتسمى بالسمسرة فأما مسألة الحيال ومسألة هذا لا يجوز وخديعة الناس ما يجوز هذا ما تعريف اللقطة وما أبرز الأحكام فيها اللقطة هي المال الضايع هذه اللقطة المال الضايع وهي يعني على نوعين ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل التمرى مثل كسرة الخبز مثل العصر القصير مثل الحبل القصير هذا يأخذها الإنسان وينتفع بها على طول ولا يحتاج إلى إجراءات لأنها ليس لها قيمة عند الناس أما إذا كان لها قيمة عند الناس مثل الدراهم مثل الثياب مثل فهذه لا بد يعرف علاماتها يعرف علامات هذا المال الضايع ويحفظه عنده وينادي عليه مدة سنة كاملة في مجامع الناس عند أبواب المساجد يكتب إعلاناته ويلصقها في الحيطان القريبة فإذا مضت السنة ولم يتقدم إليه أحد بعد التعريف فإنها تكون له ينتفع بها محمد من الرياض تفضل أخي محمد السلام عليكم وعليكم السلام لك شيخ طيبين الله يحفظك تفضل عندي سأل عندي أثنين أسئلة طيب واحد إذا دخلت والإمام راكع في السيود إذا دخلت والإمام راكع في الصلاة هل أكمل معه الصلاة لأن في الحديث يقول له صلاة لمن لم يقرر فاتحة الكتاب وفي الحديث يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة ما أدري هل تسم هذه الركعة أم لا أعودها في إذا سلم الإمام واصل والسؤال الثاني والسؤال الثاني هل يجوز لي أن أعمل في بقالة لديها بايد حقان طيب شكرا لك السؤال الأول إذا جئت والإمام راكع فاركع معه وقد أدركت الركعة لأن قراءة الفاتحة فات محلها فتكفي الركعة والحمد لله أدركتها فتركع معه وتعتد بهذه الركعة لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فدخل معه في الركوع ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة فدل على أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه أنه قد أدرك الركعة تسقط عنه قراءة الفاتحة لأن محلها القيام وقد فات القيام نعم هل يعمل في بقالة تبيع الدخان؟ لا البقالة التي تبيع الحرام لا يعمل فيها يذهب إلى بقالة أو مكان نزيه ليس فيه حرام نعم يقول عندي أكثر من أرض اشتريتها منذ سنوات هل عليها زكاة؟ إذا كنت تنويها للبيع فعليها زكاة كل سنة بما تساوي تخرج ربع العشر من قيمتها التي تقدر لها على رأس السنة وتخرج ربع العشر وتعمل هذا كل سنة فيها أما إذا كنت تريدها للبقاء وتريدها عقارا عندك فليس فيها زكاة نعم خالد من الرياض تفضل يا خالد السلام عليكم يا شيف السلام الشيف عندي سؤال أنا رائح لمكة يا خالد خالد اقصر التلفزيون شوي لان في ارتداد بالسماعة اقصر التلفزيون تفضل عندي سؤال أنا رائح لمكة في رحلة أمل يعني تتغرق ممكن ثلاثة يوم أو أربع يوم كذا فهل علي يدخل المحرم من مكة أو بدون إحرام طيب يجاوب الشيخ إذا أردت العمرة وتريد الثواب والأجر فإنك تحرم من الميقات الذي تمر عليه وتؤدي العمرة أما إذا كنت لا تريد العمرة وإنما تريد العمال ولا تريد عمرة فهذا لا يلزمك أن تحرم تدخل بدون إحرام الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة نعم أحسن الله إليكم شيخ ذكر مناقب الميت عند الدفن في حديث يقول ورد اذكروا محاسن موتاكم ما هو عند الدفن هذا عند الدفن يدعى له يستغفر له صوصا إذا فره من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نعم وما رأيكم يقول يا شيخ حفظكم الله في الوعظ عند الدفن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لسبب وهو أن أنهم ما كانوا أنهوا حفر القفر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة فوعظ أصحابه حتى ينتهي إعداد القفر أما في غير ذلك فكان إذا جاءوا القبر قد انتهي منه وأعد فإنهم يشرعون في دفن الميت والوقوف على قبره بعد دفنه والدعاء له بالمغفرة وسؤال التثبيت له هذا هو السنة نعم حسن الله إليك يا شيخ صالح من خميس مشيط تفضل يا صالح السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله شكرا الله بالخير يا شيخ شكرا الله بالخير أنا أنا عندي سؤال عفوا يا صالح لو بس تكسر التلفزيون شوي تلفزيون بعيد مني اي بس اكسروا شوي لان في ارتداد في السماعة تفضل تفضل الله أحفظك أنا عندي قال عمرك والد جسي عطتني مبلغ أربعمائة ريال ألوه نعم نعم أربعمائة ريال قيمة أخذوا في صيام أيامنا أنا الوالد لأنه كان مريض وبعدين أنا ما أخرجتها أكلتها كيف تسوي الحين طيب شكرا تخريجها الآن تخريجها الآن وتطعم عن الوالد عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن الوصية هل تكتب في حياة الرجل في حياته أو يوصي بها أحد من أبنائه الكتابة لا بد من توثيق الوصية وذلك عند المحكمة عند القاضي لا بد من توثيقها وإذا لم توثق فإنها لا تثبت نعم هذا يسأل عن بيع السلم وما حكم بيع مال يملكه الإنسان بيع السلم جاهز وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بشروط السلم المعروفة فالسلم جائز ومعاملة طيبة وقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن لازم يسلم الثمن في مجلس العقد فإذا حل الأجل فإن المسلم إليه يأتي بالمال بالطعام بأي شيء أسلم فيه يأتي به ويحضره ويسلمه للمسلم هذا هو السلم والثاني بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم أحسن الله إليكم الشيخ يقول هذا السائل أبو عبد الله أيهما أفضل في رمضان في العشرين الأولى من رمضان نهار رمضان أو الليل في رمضان كله فيه فضل ليل رمضان فيه الصلاة والتهجد والتراويح ونهار رمضان فيه الصيام فكله خير والحمد لله نعم تفضل يا أخي إبراهيم من الحوطة السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم إبراهيم تكفى قصر التلفزيون شوي لا ما عندي تلفزيون مقفل طيب تفضل أنا سؤالي لفضيلة الشيخ بالنسبة الآن للمسافر اللي ما بعد مثلا طرع من المدينة اللي هو جاي منها مثلا هل يحق لأنه يقصل في الصلاة ويأخذ ضروحها في السفر لين كثروا الكلام والله حول أحكام الصلاة في خاصة في السفر يعني بينه شيخ صالح لأن الناس قالوا إذا أنت داخل المنطقة اللي أنت فيها ما بعد خرج من حدود المنطقة يقول أنك تجمع الصلاة وكذا وتأخذ بنفس المنطقة اللي أنت فيها وكثرة الأقاون من الشيخ صالح يعني لو يوضع توضيع عن أحكام الصلاة خاصة في موضوع السفر شكراً شكراً لك شكراً يا أخي إذا أردت السفر من بيتك أو من مكانك فلا يجود لك القصر ولا الجمع ولا الإفطار في رمضان إلا إذا خرجت من عامر البنيان من عامر البلد أبرزت في الفضاء حينئذ تبدأ رخص السفر نعم أزاكم الله خير فضيلة الشيخ يقول هذا السائل أقوم والحمد لله بقراءة الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية وأنوي مع ذلك حفظ أولادي فهل يكفي ذلك في حفظهم بإذنه تعالى أو لا بد من الجلوس معهم والقراءة عليهم مباشرة لا ما هو بلازم تدعو لنفسك ولأولادك يعني تشركهم معك في الدعاء لك ولأولادك في الصباح والمساء ويكفي هذا ولو ما حضروا نعم تفضل يا أبو سعد من أرعر السلام عليكم وعليكم السلام بالله يمكنك رفض الشيخ فوالد تفضل بلانا عندي بنات أخوي أهلو نعم عندي بنات أخوي هل أمي تصبح السلم على أزواجين إذا كانت أمك أم يعني أم الزواجات لا لا جدت البنات جدت البنات نعم نعم هي أم لهم الجدة أم فلها أن تسلم على أزواج حفيداتها في ارتدال يا شيخ يقول بالنسبة لي عدد صلاة الضحى إذا فاتت لصلاة الضحى هل تقضى هذه الصلاة إذا فاتت لا تقضى محلها ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس فوق الرؤوس إذا توسطت فوق الرؤوس قبيل صلاة الظهر انتهى وقت صلاة الضحى ولا تقضى نعم يسأل يا شيخ يقول هل حث الإسلام على كثرة النسل وما الضابط في ذلك لأن بعض الناس يقول أريد أن أربي أولادي الثلاثة حتى ينتفع بهم المجتمع ويكونوا صالحين يا أخي ما يمنع كثرة النسل ما تمنع التربية وكثرة النسل مطلوبة شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة كثرة النسل مطلوبة والتربية متيسرة إذا صلحت نيتك واستعنت بالله عز وجل تربيهم ولو كثروا أيضا أنت ما تدري من اللي يبقى منهم ربما يصابون ربما يموت منهم من يموت أو يموتون كلهم ما تدري نعم يقول هذا السائل بركان في حارتنا بعض الصغار قد يبكرون إلى الصف الأول قدام الإمام ولكن بعض كبار السن فضيلة الشيخ يفرقونهم ويجعلونهم إلى خلف المصلة أو خلف المصلين إذا كانوا مميزين فلا يجوز منعهم من مكانهم الذي سبقوا إليه فهم حقوا به ولكن إذا كانوا متوالين يعني أطفال متوالين يفرق بينهم بأن لا يحصل بينهم شيء من المزحة أو اللعب يفرقون في الصف نعم تفضل يا محمد من الرياض السلام عليكم عليكم السلام يا شيف عندي سلام كالله السوالي الأول أني دخلت المسجد والإمام انتهى من السلام ودخل معنا واحد مسافر ويصلي ركعتين له صلاة الأشياء وقال بتقدمكم بركعتين بصلي ركعتين لأنها يجسر وقلت لا أنا حل مقيمين وبعدين في الأخير صلهم ركعتين وصلى أنا خلفهم حل مقيمين ما أدري وش الجايز كذلك شكرا لا مانع من هذا لكن تتمون الصلاة إذا سلم تقومون وتتمون صلاتكم هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة في لما صلى بأهل مكة في فتح مكة قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم فإذا سلم الإمام الذي يقصر الصلاة فالمقيمون يقومون بعده ويكملون صلاتهم نعم صلاتهم طيب الشيخ صالح الداخل إلى الصلاة ليكمل مع الإمام ما فاته لو جاء شخص آخر ودخل معه في الصلاة هل تصح صلاته يعني بعد سلام الإمام قام يقضي نعم يا شيخ لا ما يدخل معه لأنه مأموم هو أصله مأمون فمأمون فلا يكون إماما نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول أخي دائما يكثر من النذر في الصغير والكبير ولكنه لا يوفي بهذه النذور فأرجو من الشيخ نصيق له ويجب عليه الوفى بالنذر إذا كان نذر طاعة يجب عليه الوفى به قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه قالت جل وعلا يوفون بالنذر في مدح الأبرار قال تعالى وليوفوا نذورهم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فنذر الطاعة يجب الوفى به لأنه وجب عليه بالنذر ولكن قبل ذلك لا يستحب بالدخول في النذر لكن إذا دخل فيه وألزم نفسه به وهو نذر طاعة وجب عليه الوفى به لأنه دين في ذمته نعم تفضل أخي أبو زياد من مكة المكرمة السلام عليكم وعليكم السلام عندي سؤالين الشيخة السؤال الأول عندي فلوسة أجمع فيها من العام وهي تزيد مبلغ وثابت وبغير طريقة الزكاة فيها والسؤال الثاني والسؤال الثاني العقيقة هي سنة أم لا واجب طيب شكرا نعم الجواب الأول إذا كان عندك فلوس تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة كل سنة ما دامت باقية عندك وما زاد يزيد أيضا بالحساب تزكي المجموع الذي عندك إذا حال عليه الحول كل سنة والعقيقة هي أخي سنة وليست واجبة نعم أحسن الله إليكم الأخ يقول أريد من فضيلة الشيخ يفتيني في زكاة الذهب والراجح فيه لأن والدتي عندها ذهب منذ سنوات ولكنها لا تقوم بزكاة الذهب ذهب المرأة الذي تستعمله تتخذه للتزين به في المناسبات هذا الصحيح أنه لا زكاة فيه وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وفي ذلك دفع للحرج عن النساء خصوصا الفقيرات فإما أن ينحرمن من الحلي وإما أن يلتزمن بإخراج الزكاة وهن فقيرات يضطر هن ذلك إلى الامتناع من الحلي نعم تفضل يا أخي محمد من بيشة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام 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 عندي بنت عمرها خمس سنوات ونص وما تقول دخلها الروضة والروضة فيها بنات وأولاد هل دخلها الروضة أم لا طيب شكرا رأي أخي هذا على حسب مصلحة البنت إذا كان مصلحة البنت إدخالها في الروضة والروضة طيبة وفيها ناس طيبون يربونها ويقومون بمصالحها هذا أحسن لها من أن تضيع نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول أفتاني شخص في حارتنا وتبين لي بأن هذه الفتوى غير صحيحة وندمت لأنها تتعلق بالعبادات فما رأيكم يا شيخي لا بد أن نعرف ما هي الفتوى لماذا أفتاك جزاك الله خير نعم أحسن الله إليكم يقول بالنسبة للجنازة هل الأفضل أن تكون تابعة أو متبوعة الركبان يكونون أمامها والمشاة خلفها هذا الأفضل نعم جزاكم الله خير الأفضل يقول يا شيخ صالح في بناء المسجد هل هو يكون كاملا أم المشاركة فيه وهل الأجر سواء لا شك أن بنيان المسجد كاملا على نفقة محسن أنه أفضل من المشاركة ولكن إذا كان الإنسان لا يقدر على القيام بمؤونة المسجد كلها في العمارة فيشارك فيه على الأقل وله الأجر في ذلك نعم محمد من جدة معنا على الخط تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شيخ صالح الله يحفظك أنا في الوضوء يعني أني أغسل كل عضو مرتين يعني أحيانا مرة وإحيانا ثلاث مرات هذا صحيح وثلاث ثاني أذكار المساو الصباح أنا يومي أدى من الفجر أقوم أبدأ سنة سنة الفجر وأبدأ أذكار الصباح إليني اللي قام وبعدين أصلي وأكمل وكذلك سنة العصر إذا أدى العصر سنة وأبدأ الصلاة الكارم وإذا صلى وإقام الصلاة أصلي وكمل هذا عمل صحيح يعني رحيزاك شكرا نعم سؤال الأول غسل الأعضاء أكثر من مرة في الوضوء غسل الأعضاء أكثر من مرة هذا أفضل والاقتصار على مرة مجزي بشرط أن أن يعمم العضو ويسبغ الوضو فإذا أسبغه وعمم عليه يكفي مرة واحدة وإذا كان مرتين فهو أفضل وإذا كان ثلاثا فهو أكمل هذا سنة والسؤال الثاني أذكار الصباح والمساء متى وقتها؟ من بداية المساء في زوال الشمس يبدأ المساء بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء كل وقت لأذكار المساء كذلك الفجر إذا طلع الفجر أو إذا استيقظت من النوم في آخر الليل لا إذا طلع الفجر وتأكدت من طلوع الفجر تبدأ أذكار الصباح نعم الشيخ صالح الحقيقة هناك سؤال من خلال سؤال الأخ الكريم عن الوضو الشيطان قد يوسوس للإنسان في الوضو أو في الصلاة موقف المسلم من هذه الوساوس التي تأتريه سواء في الوضو أو في الصلاة الوساوس يتركها ويستعيذ بالله من الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك شيطانا يقال له لوالهان يوسوس على المتوضئين ليشغلهم وليشككهم في وضوئهم فعلى المسلم أن يقول في البداية بسم الله ثم يبدأ بالوضو ولا يلتفت للوساوس أبدا ولا تهمه ويمضي في وضوئه كما شرع الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم من الأسئلة التي وردتنا يقول الشيخ صالح الفوزان كان عندي محل أدوات مكتبية وقبل حلول الزكاة بثلاثة أشهر بعتها على شخص آخر فمن الذي يدفع الزكاة أنت مالك الأدوات هذه فإذا بعتها تكون الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول فهو عندك تدفع ربع العشر منه وإذا صرفته قبل تمام الحول فلا شيء فيه نعم تفضل يابو محمد من الدمام السلام عليكم وعليكم السلام وما سكرم وخي الشيخ صالح تفضل وعليكم لكن عظم عمك ألي سؤالين تفضل السؤال الأول زوجتي رضع مع مع حمها نعم طيب والشيء الثاني أنا عندي ثلوس للواحد متوفر طيب لحظة لحظة يا أخي الكريم زوجتك رضع مع عمها نعم والسؤال وشيء العيالة عم طيب يجاوب الشيخ على هذا إذا رضعت مع عمها الرضاع التام فإنها تكون اختل له من الرضاع اختل لعمها من الرضاع طيب نعم السؤال الثاني طيب تفضل ألو نعم السؤال الثاني عملك جيه الزوس لعند الرجال عندي طيب هو الرجال متوفر رحمه ما جاء من راح ضع ضع طيب عنده الفلوس نعم عنده الفلوس التي عندك الفلوس التي عندك لهذا الرجل تحتفظ بها تحفظها حتى يأتي هو ويأخذها وإذا تيقنت أنه متوفى تدفعها لورثته نعم أحسن الله إليكم هذا يقول لنا إمام مسجد وأرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح حفظه الله أن يفتينا في ذلك وهو قضية الضابط الشرعي فضيلة الشيخ عند جمعنا للصلوات في حال المطر الغزير نعم هذا مباح تجمعون للمطر الغزير بين المغرب والعشاء لأجل تسهيل على الناس إذا كان المطر الغزير يبل الثياب أما مجرد الرذاذ الخفيف فهذا لا يجوز الجمع من أجله نعم ما الدعاء المشروع يقول عند دخول للمسجد وعند خروج يا فضيلة الشيخ تقدم رجلك اليمنى عند الدخول وتقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبواجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج تقدم رجلك اليسرى وتقول هذا الدعاء إلا أنك تقول وافتح لي أبواب فضلك نعم بالنسبة يا فضيلة الشيخ لشخص المرافق للمنوم في المستشفى السائل يقول قريبي نوم في المستشفى وأنا مرافق له ويقلقني الحقيقة سؤال هو أن عندما أذهب إلى المسجد لصلاة الفريضة يأمرني ويبكي ويقول صلي عندي فهل أعذر بالتخلف عن صلاة الجماعة لأنني محافظ على الصلوات في أوقاتها إذا كان يحتاج إليك إلى بقائك عنده تصلي عنده وأنت معذور والحمد لله إذا كان يحتاج إليك فتبقى عنده وتصلي عنده وأنت معذور نعم تفضل يا أخ فهد من بيشة معنا على الخط أم عليكم وعليكم السلام أدسوا علينا الله ينفق تفضل أول أحفظ عندي عطار وأرغب في شراء وما عندي في نتاج ورحت للبنك وقال البنك ليأخذ هذا العطار يتفاوض مع المالك ثم يبدأ تكفيد عليه لمدة 20 جنة على هذه المعاملة جاهزة يلقى مرهون عندهم طيب السؤال الثاني الله يحفظ بالنسبة للرهبة الاجتماعية والرهبة من الخلق هل تدخل في الشرك الله يفوق الخوف من الخلق نعم تفضل نعم يقول عنده عقار السؤال الأول السؤال الأول إذا كان البنك يشتري العقار له هو ثم إذا قبضه يبيعه عليك بعد قبضه وتملكه فلا بأس بذلك وإذا كان البنك يريد أن يشتريه لك ويسلم الثمن نيابة عنك ويسترده بزيادة فهذا ربع ولا يجوز ما شرى البنك ليملكه هو إنما ما شرى العقار ليملكه هو وإنما اشتراه لك ودفع الثمن نيابة عنك أقرضك إياه ويسترده بزيادة فهذا حرام ولا يجوز نعم الخوف المحمود والخوف المذموم ما صفته الخوف المحمود هو خوف العبادة الذي هو الخوف من الله عز وجل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل وأما الخوف هذا هو الخوف نعم السؤال يقول ما هو الخوف المحمود والخوف المذموم الخوف المحمود هو الخوف من الله ومن عقاب الله عز وجل الذي يحملك على ترك المعاصي هذا هو الخوف المحمود أما الخوف المذموم فهو الذي يكون فيه يأس من رحمة الله عز وجل يشتد بك الخوف حتى تيأس من رحمة الله هذا مذموم ولا يجوز هذا نعم يسأل أيضا في فقرة أخرى يقول البكاء من خشية الله إذا كان الإنسان عنده تصلب في القلب هل تكون عند تلاوة القرآن أم هي من عظمة الخالق في الجبال والأنهار وغيرها يا أخي البكاء من خشية الله هذا شيء يجعله الله في بعض عباده عندما يقرأون القرآن يخشعون من القرآن ويخشعون من ذكر الله عز وجل فهذه علامة خير نعم تفضل يا خالد من الدوادمي السلام عليكم عليكم السلام السؤال واحد رجبك خير ما تفسير روح المعاني ما رأيه الشيخ في القرآن وشو تفسير روح المعاني كتاب نعم تفسير روح المعاني روح المعاني تفسير للألوسي معروف وهو جيد في الجملة وإن كان في بعض التصوف لكن في الجملة هو جيد نعم الاستشارة في قراءة الكتب وفضيلة الشيخ يعني من خلال عالم أو متمكن كيف يكون ذلك الشيخ يكون ذلك بالرجوع إلى العالم وذكر الكتاب اسم الكتاب له وهل يصلح أو لا يصلح نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية أيها الإخوة والأخوات أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ العلام الصالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح شكر الله لفضيلته على ما بيّن لنا في هذه الساعة التي قضيناها معه شكرا لكم أنتم على تواصلكم معنا وشكرا لفريق العمل يتجدد اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة